المفترض ان الاهلي رايح بمعنويات كبيرة جدا لان الاهلي كسبان برونزية كاس العالم الاندية للمرة التانية على التوالي فرايح المفترض انه هو يعني رايح يكسب من الاخر يعني رايح عايز يدر سالة كده وهو في بداية المشوار الافريقي وهو ملعبش المطش بتاع الجولة الاولى والهلال خسر من سانداونز فهو رايح يلعب الهلال علشان عايز من الاول كده يدر سالة ان انا داخل برضو البطولة دي جد ومش معنى ان انا خدت التسعة والعشرة ان هي كده خلاص خلصت وان انا مش عندي هدف ان انا كمان اجيب الحداشر وان انا اكسب تالت دوري ابطال على التواري وعمل بقى تاريخ ما حصلش قبل كده لا الاهلي رايح في دماغه انه هو اكيد بيدور على المكسب بس في المقابل الهلال طبعا هو ديربي يعني تعالوا نقول ان اي مطش ما بين فريق مصري وفريس وداني هو ديربي ما مطقة جدا فالهلال متحفز ويمكن يكون متحفز بالزيادة متحفز بزيادة ليه لانه قصران المطش الاولاني من صان داونز فموقفه صعب ومش مع الاهلي بس في المجموعه لا معا الغريم الازلي بتاعه المريخ فالهلال عنده مطشات صعبة جدا يمكن اصعب من اي فريق تاني في المجموعة الهلال حي لعب فريقين من المفترض ان هم قوية جدا الاهلي وصان داونز ومعاه كمان الغريم الأزلي بتاعه المريخ فالهلال في عرض أي نقطة ممكن تتحقق من مباراة الأهلي بس كمان اللي زود الحمية اللي عند الهلال هو طبعا الأحداث اللي احنا شفناها في اليومين اللي فاتوا في الأول الهلال بيعلن انه هو خدموافقة من الكاف على حضور 15 ألف مشجع بعد كده يجي له جواب ان لا ما فيش مشجعين هيحضروا المطشو بعد كده النهاردة اتحاد الكرة المصري بيطلع بيان بيقول فيه انه هو اللي طلب من الكاف حماية الأهلي بسبب الأحداث اللي احنا شفناها من سنتين فاتوا في ملعب الهلال وانه هو اللي طلب المطش بيتلعب من غير جمهور فنائب رئيسي الهلال يسخن ويقول ان تصريحات او بيانة تحاد الكرة المصري دي تصريحات خطيرة وسبقة جديدة من نوعها ونحن داخلين دلوقتي على اللايف موقع سوداني رياضي بيتكلم عن ان لا ان القرار بتاع الكاف كان بناء على طلب السودان نفسها بسبب ظهور الالتراس فيه التمرين الاخير للهلال قبل مواجهة الاهلي وان كان فيه شوية يعني ممكن نقول الشغب كده شوية فالأمن السوداني في الموقف والأزمات اللي بتعيشها دولة السودان ابتدوا يفكروا ان لا مش عايزين المطش بجمهور في وسط ده كله الاهلي طبعا رايح زي ما قلنا هو متحفز ومتحمس بعد ما اخذ برونزيكاس العامل الانديا خلونا نفتكر السنة اللي فاتت ان الاهلي بعد برونزيكاس العامل الانديا ما بدأش المشوار الافريقي احسن حاجة ولو تفتكروا خسر من سنبا التنزاني في تنزانيا وكان حيصعب على نفسه فكرة التأهل وخصوصا انه بعد كده اتعادل مع فيتا كلوب فلا انت طبيعي انه موسماني ولعيبة الاهلي خلاص بقيت فاهم انهم لو الهلال بيلعب بقوة معينة فبعد فوز الاهلي برونزيكاس العامل الانديا وبعد طبعا انخسارة الهلال من سنداونز سيشوف قدامه فريق تاني خالص هيبقى فيه تحفز وهيبقى فيه حماس لان الهلال فاهم كواس جدا انه خسارته المطش ده غالبا خلاص هيك اطلعته بره السباء طلعته بره فكرة المنافسة مع الاهلي وسنداونز والمريخ على بطاقة التأهل للدور الجاي اشتركوا في القناة